الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير البريات محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله حياكم الله مشاهدنا الكرام في برنامجكم مكارم الأخلاق هذا البرنامج الطيب المبارك الذي نعرض فيه ثلة من الأخلاق الطيبة المباركة نتعلم بها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا كما وصفه ربه سبحانه بقوله وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ليست جميلة فقط وإنما كانت عظيمة أي كاملة في صفاتها وكيف لا وقد علمه ربه فأحسن تعليمه والأخلاق أيها الحبة ينال بها الإنسان المسلم درجة عظيمة في الأجر قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وإذا أردت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومجالسته والاقتراب منه فعليك أن تكون ممن يتخلق بأخلاقه وممن يعمل بها قال صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإذا أردت بيتا عظيما في الجنة ومكانا جليلا فيها فعليك بالخلق الحسن قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام حسن أخلاقنا واجعلنا ممن يسلك سبيل الخلق الحسن فيتخلق بخلق الرحمة والعدل والصفح والرفق والحياء وغيرها من الأخلاق التي ما هي إلا زينة جميلة يتزين بها الإنسان في ظاهره بين يدينا خلق عظيم جم هو أصبح في هذا الزمن مفتقدا ألا وهو خلق الرفق الرفق أيها الأحبة خلق يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والرفق سماحة في المعاملة ولطف في المعاشرة وشفقة بالآخرين وترق للتشدد والعنف وتيسير في كل الأمور واجتناب للتعنت والمشقة فمن حرم الرفق حرم الخير كله ومن نال الرفق نال الخير كله لذا حضنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على الرفق في الأمور كلها ونهانا عن التعسير والتنفير وكيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وهذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حقق ذلك فكان رفيقا رحيما بأصحابه وكان هذا سر محبتهم له قال الله تعالى بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيضَا الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما بين أصحابه ولو أنه حاشاه صلى الله عليه وسلم كان غليظا لن فض الناس من حوله ولم يجارسوا ولم يسمعوا منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا ومن ذلك أيها الأحبة أن رجلا دخل المسجد أعربي دخل المسجد فأخذ زاوية من زاوياه وبال فيه وبال فيه أي قضى حاجته فيه فقام الناس وانتهروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه وخذوا سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء أي سطلا من ماء وأهريقوا عليه الماء أي على إيش؟ على البول الذي خرج من ذلك الأعربي ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساج رفق ولطف النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه مع ذلك الرجل أو مع ذلك الأعربي إن هذه الأماكن لا يصلح فيها ذلك إنما هي للصلاة ولذكر الله فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك ومن رفقه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه شاب قد غلبت عليه شهوته وتعسر عليه طريق الحلال فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا جاء ذلك الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر محرم وكيف له ذلك؟ فانتهره الناس فقال دعوه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بجانبه وقال له صلى الله عليه وسلم سيد الرفق سيد الرفقاء صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله وكيف أرضاه لأمي؟ قال وكذلك الناس لا يغضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك؟ فقال ذلك الشاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله وكيف أرضاه لأختي؟ فقال له وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لابنتك؟ فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله وكيف أرضاه لابنتي؟ قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم برفق وليل يده على صدر ذلك الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه يقول ذلك الشاب فوالله ما التفت للنساء بالحرام بعد ذلك أبدا النبي صلى الله عليه وسلم معلم معلم أمة بعث معلما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتيسير على الناس يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا هذا نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذن كما كنا الرفق أيها الأحبة هو سماحة في المعاملة تعامل الناس بسماحة لا تتصيد الأخطاء والعثرات إنما تتغاضى عنها وهذا من سماحة الإنسان وهذا من الرفق ولطف في المعاشرة عندما تخالط الناس تخالط أهل بيتك تخالط أصدقائك تخالط أناس تعمل معهم كن لطيفا رفيقا معهم لا تغلض عليهم كذلك الشفكة بالآخرين من مظاهر الرفق أن تشفق على الآخرين وأن تلتمس لهم الأعذار وأن لا تتنكب عليهم وترك التشدد والعنف قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون متنطع هو أخوانا متشدد بعض الناس يتشدد في أمره ولا يراعي لذلك أمره فلابد لنا أيها الأحبة أن ننتهي عن التشدد وعن العنف كذلك لابد من التيسير في كل أمر كما كنا في الحديث يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا والله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج والله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر أي الرفق ولا يريد بكم العسر وهذه رسالة لكل الدعاة إلى الله ارفقوا بالمسلمين حدثوهم عن الجنة حدثوهم عن رحمة الله وواسع رحمته ولا تغفلوا أن الله سبحانه وتعالى كما أنه رحيم بعباده كذلك هو شديد العقاب على العصات والمتجرئين والظالمين فالرفق أيها الأحبة كما قال الله عز وجل أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة أي الموعدة الرقيقة التي ترقق القلوب وجادلهم بالتي هي أحسن الدعوة إلى الله أيها الأحبة اللهم جعلني وإياكم من هؤلاء الرفقاء الدعوة إلى الله فن الدعوة إلى الله ذوق رفيع لابد للإنسان أن يلتمس أمراض الناس أن يتلمس أمراض الأمة ونحن نعيش أيها الأحبة وإياكم في أسمة أخلاق أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقه الخلق ليس أمر جانبي الخلق الحسن هو من أساس الدين بل إذا أردت أن تحكم على إنسان لا تحكم عليه بصلاته ولا بصيامه إنما تحكم عليه بأخلاقه الحسنة بتصرفاته الطيبة بمعاملاته الحسنة مع الناس بعد ذلك تكتشف أن ذلك الإنسان فعلا هو إنسان صالح هو إنسان مؤمن لا أن تنظر إلى عبادته له ولكن أخلاقه هي التي تحكم على مصداقية تلك العبادات وتعالوا بنا نتحدث في رفق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المواقف السابقة تقول عائشة رضي الله عنها وهي زوجة النبي وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أزواجه له تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما رفيق صلى الله عليه وسلم ما لم يكن إثمها إذا خير بين أمرين فيه ما أثم لا يفعله صلى الله عليه وسلم فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى في ذلك انظروا إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا يختار أيسرهما النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقم لنفسه وذكرنا في مواقف سابقة أن أعربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان غليظا في طلبه فقال يا محمد وشد النبي صلى الله عليه وسلم من عاتقه من جبته صلى الله عليه وسلم حتى أثرت في عنق النبي فقال يا محمد أعطني من مال الله فالتفت إليه النبي والرفيق الرحيم الذي قال الله عز وجل عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حبيبي يا رسول الله فالتفت إلى ذلك الرجل وقال مروا له من مال الله تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تطلق في وجهه وقال أعطوه من مال الله فأحبتي في الله الرفق ما وضع في شيء إلا زانه يا زينة يتزين بها المسلم ليس الشديد بالصرعة بعض الناس يعتقد أنه بغضبه وزمجرته قوي قوي الشخصية هذا لا إنما الشديد الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إذا غضبت فاقضم غيظك وارفق بالمسلمين فقد يكون ذلك الرجل جاهل ولا يعلم ما يقول وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن أحد الأئمة في المساجد يطيل الصلاة بالنس فإنه يتأخر عن الصلاة مما يطيل فلان بالنس فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب الرفيق صلى الله عليه وسلم ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز وفي رواية فليخفف فإن فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم ذا الحاجة وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل الذي جاء يشكو شدة وتنطعا من ذلك الرجل أو من ذلك الإمام الذي كان يطيل بالنس وهذه رسالة إلى الأئمة أيها الأحبة أن يخففوا على المسلمين وأن لا يطيلوا في صلاتهم لأن من ورائهم رجل مريض رجل كبير هارم قد شاخ وكبر ومن ورائهم طفل صغير ومن ورائه كذلك أيها الأحبة صاحب حاجة جاء ليصلي ليذهب إليها وللرفق أيها الأحبة مظاهر عدة منها الرفق بالنفس في أداء العبادات يقول أنس بن مالك دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل مربوط بين منطقتين في المسجد فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به يعني إذا تعبت من صلاة قيام الليل تعلقت به حتى تقوم الليل كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه أي وقت نشاطه وقوته فإذا فتر أي تعب ونعس فليرقد وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا أن نرفق بأنفسنا وجاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أحواله إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أحواله كيف عبادته صلى الله عليه وسلم فنادوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يحدث بعضهم بعضا فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر شق يشق على نفسه إني أصوم أي صوم الدهر كله ولا أفطر كل يوم صائم وقال الثاني إني أصلي فلا أرقد أي طول الليل هو قائم لله لا ينام وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قالتهم فغضب وخرج صلى الله عليه وسلم لأن هذا يعارض الرفق بالنفس وإن كان في أمري عبادة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكن الخشي والتقوى ليس هكذا كما تفعلونه صيام دون إفطار طول السنة وقيام دون نوم ورهبانية أي عدم زواج هذا ليس من الرفق بالنفس أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكنني أصوم وأفطر كان صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وكان صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولكنني أصوم وأفطر حتى تقول عائشة كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر وكنا نراه يفطر حتى نقول لا يصوم إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمتشدد ولا بالمتراخي وأقوم وأرقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويرقد من الليل صلى الله عليه وسلم يصلي نشاطه ثم يرقد صلى الله عليه وسلم وينام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أي إن هذه هي السنة أنك تصم وتفطر وتصلي وترقد وتتزوج النساء فهذا أمر مباح حتى لا توقع نفسك في الحرام كذلك الرفق أيها الأحبة يكون مع الفقراء فنستشعر حاجاتهم ونواسيهم ولو بالكلمة الطيبة إن لم تجد معك أيها الأحبة كما قيل اتق النار ولو بشق تمره فإن لم تجد فبكلمة طيبة بعض الناس حتى يبخلوا بالكلمة الطيبة لماذا؟ والله عز وجل نهانا أن نرد السائل كذلك الرفق يكون أيها الأحبة بالحيوانات قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ثبيحته هذا من الرفق كذلك من الحيوان حتى وإن كان ذلك الحيوان مما أباحه الله لنا أن نأكله لكن نرفق عند ذبحه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح الشات أمام أختها فإن ذلك ليس من باب الرفق والرحمة والإحسان والرفق كذلك يكون مع الخلق كافة قال صلى الله عليه وسلم المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف بعض الناس أيها الأحبة لا تألفه إذا جلسته والله لا تطيك أن تجالسه وأن تسمع كلامه لأنه غليظ لأنه يقول كلاما غليظا يسب ويشتم ولكنك إن جلست رجلا رفيقا رحيما لينا والله إنك تحبه ولذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت أتراه من بعيد فتهابه فإذا جلسته أحببته ولم تطيك فراقه صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار بدكم رجل الله عز وجل محرم عنه النار قالوا بلى يا رسول الله قال تحرم على كل هين لين سهل وهذا كلها معاني للرفق كيف ترفق بعباد الله تكون متسامحا معهم تلطف في معاشرتهم وتشفق عليهم كذلك الرفق مع العصاة والذين يقعون في الذنوب فيصبحون منبوذين في المجتمعات مع أنهم سول لهم شيطانهم ونفوسهم الوقوع في تلك المعصية وقد تابوا توبة نصوحة ولكن كثير من الناس يعير ذلك الرجل إلى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن ذلك ولذلك في قصة الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه فقال بعضهم أخزاك الله لعنك الله فقال لا لا تكونوا للشيطان لا تكونوا عونا للشيطان عليه ما تعنوش الشيطان عليه والنبي صلى الله عليه وسلم مر عن رجل قد وقع في حد أو قد أذنب والناس تسجره وتنهره فقال لو رأيتم ذلك الرجل لو رأيتم ذلك الرجل في قليب أي في بئر قد جف ماءه أكنتم مستخرجيه قالوا بلى والله قال إذن سلوا الله سبحانه وتعالى العافية ولا تكونوا عونا للشيطان عليه بعد أن طفنا أيها الأحبة مع هذا الخلق الطيب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الرفقاء بعباد الله من الرفقاء مع خلق الله أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ذكر فتذكر وممن أعد العد للقاء الله هذا والله أعلم وأعلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين موسيقى 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 موسيقى